السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصفة الثالث تعليم المستمع حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية بسم الله نبدأ طبعا من خلال شريط الذكريات طلابي وطالباتي نسترجع ما تعلمنا في درسنا السابق الذي كان بعنوان الدولة السعودية الثانية واحد أولا نبدأ بالواجب نستعرض سويا أسئلة الواجب السؤال الأول عدد وعددي صفات الإمام تركي بن عبد الله السؤال الثاني تحدث وتحدثي عن العاصمة الجديدة السؤال الثالث لماذا سم الأهالي معركة الحلوة بمعركة الروق هيا بنا سويا نبدأ بحل الواجب بدءا بالسؤال الأول عدد وعددي صفات الإمام تركي بن عبد الله أحسنتم من صفات الإمام تركي بن عبد الله الإيمان الثقة بالله وإخلاص العمل له كذلك التخطيط من غلال وضع خطط محكمة لمواجهة التحديات ممتاز أيضا الشجاعة من خلال قيادة المعارك واشتهاره بسيفه المسمى بالأجرب كذلك المواطنة من خلال تحمل مسؤولية وإعادة الوحدة الوطنية أيضا العدل من خلال حرصه على مصالح المواطنين والعدل بينهم أحسنتم هذه إجابة السؤال الأول ننتقل للسؤال الذي يليه تحدث وتحدثي عن العاصمة الجديدة ممتاز أصبحت الرياض عاصمة الدولة السعودية الثانية في عام 1240 للهجرة وهي مدينة تاريخية عريقة أعاد الإمام تركي بن عبد الله لها دورها التاريخي فبنى أسوارها وبنى فيها قصر الحكم وبجواره جامعا كبير أحسنتم إجابة صحيحة حدثت معركة الحلوة في عهد الإمام فيصل بن تركي لماذا سمى الأهالي هذه المعركة بمعركة الروم أحسنتم سميت هذه المعركة بمعركة الروم لكثرة من قتل فيها من القوات العثمانية المعتدية إجابة صحيحة نراجع درسنا السابق طلابي وطالباتي كيف تأسست الدولة السعودية الثانية تمكن الإمام تركي بن عبد الله من النجاة من الأعداء والفرار أثناء حصار الدرعية وانتهاء الدولة السعودية الأولى ليعود ويقاتل بقايا القوات العثمانية المعتدية ويعيد تأسيس الدولة السعودية في دورها الثاني عام 1240 للهجرة إجابة صحيحة ما سبب معركة الحلوة؟ نعم لم يتقبل السعوديون النفوذ الأجنبي فقاوموا المعتدين العثمانيين وكبدوهم خسائر كبيرة من أبرز المعارك التي سجلها التاريخ البطولي السعوديين ضد القوات العثمانية المعتدية معركة الحلوة وكانت القوات العثمانية بقيادة إسماعيل آغا طلابي وطالباتي ما زلنا في الوحدة الثالثة الدولة السعودية الأولى والثانية دروسها الدرس السابع الدولة السعودية الأولى الدرس الثامن الدولة السعودية الثانية ما الهدف من دراسة هذه الوحدة طلابي وطالباتي؟ سوف أتعلم في هذه الوحدة نشأة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية جهود أئمة الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية أسباب انتهاء الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية ركزي معي وركزي معي نجى الإمام تركي بن عبد الله من الحملات العثمانية المعتدية وأعاد الدولة السعودية في دورها الثاني عام 1240 للهجرة وقاد الدولة السعودية من جديد وتوفي عام 1249 للهجرة فخلفه ابنه الإمام فيصل بن تركي وبعد وفاة الإمام فيصل بن تركي خلفه ومن بعده أبنائه الإمام عبد الله بن فيصل والإمام عبد الرحمن بن فيصل إذن نكمل بإذن الله درسنا اليوم درسنا السابق الدولة السعودية الثانية رقم 2 محاور درسنا لهذا اليوم نسترجع سويا أئمة الدولة السعودية الثانية جوانب من سيرة الإمام عبد الله بن فيصل جوانب من سيرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت هذا درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي إن شاء الله يتمكن الطالب والطالبة من أن يعدد أئمة الدولة السعودية الثانية أن يذكر جوانب من سيرة الإمام عبد الله بن فيصل أن يوضح جوانب من سيرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أن يصب حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت الآن نسترجع سويا أئمة الدولة السعودية الثانية بدءا بالمؤسس الإمام تركي بن عبد الله وبعد وفاته عام 1249 خلفه ابنه الإمام فيصل بن تركي ثم جاء بعد الإمام فيصل بن تركي ابنه الإمام عبد الله بن فيصل يليه أخيه الإمام عبد الرحمن بن فيصل الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي واصل الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي مسيرة والده في دعم بناء الدولة والمحافظة على أجزائها وخدمة مواطنيها إلا أن هناك أحداث ظهرت في عهده يا ترى ما تلك الأحداث طبعا هي أحداث داخلية في عهده ظهرت الخلافات الداخلية السبب ماذا؟ نزاع أخيه الإمام سعود بن فيصل إذن واحد نزاع أخيه الإمام سعود بن فيصل أيضا ظهور محمد بن رشيد أمير حائل الذي عينه الإمام فيصل بن تركي عليها والذي استغل الفوضى وضعف الأوضاع للاستيلاء على الحكم إذن الأحداث هي كالتالي ظهرت الخلافات الداخلية ونزاع أخيه الإمام سعود بن فيصل كذلك ظهور محمد بن رشيد أمير حائل الذي عينه الإمام فيصل بن تركي والذي استغل الفوضى وضعف الأوضاع للاستيلاء على الحكم ما الأحداث التي ظهرت في عهد الإمام عبد الله بن فيصل؟ أحسنتم ظهرت الخلافات الداخلية ونزاع أخيها الإمام سعود بن فيصل ممتاز كذلك ظهور محمد بن رشيد أمير حائل الذي عينه الإمام فيصل بن تركي والذي استغل الفوضى وضعف الأوضاع للاستيلاء على الحكم إجابة صحيحة الآن أمامكم هذه الخريطة نتأمل هذه الخريطة جيداً طلابي وطالباتي هذه الخريطة امتداد الدولة السعودية الثانية في عهد الإمام فيصل بن تركي إلا أن هذا الامتداد لم يدن طويلاً فقدت الدولة السعودية الثانية نفوذها في جملة من المناطق التي تمكن الإمام تركي بن عبد الله وإبنه الإمام فيصل بن تركي من توحيدها وذلك نتيجة لعوامل الخلافات والأطماع الشخصية لدى بعض الزعماء المحليين في مناطق الدولة السعودية الثانية إذن لماذا فقدت الدولة السعودية الثانية نفوذها في جملة من المناطق التي تم توحيدها في عهد الإمام تركي بن عبد الله والإمام فيصل بن تركي أحسنتم نتيجة لعوامل الخلافات الشخصية وطمع بعض الزعماء المحليين في مناطق الدولة السعودية الثانية انتهى عهد الإمام عبد الله بن فيصل ننتقل لعهد الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الحكم بعد وفاة أخيه الإمام عبد الله في عام 1307 للهجرة وواجه تحديات كثيرة نتيجة الفتنة الداخلية هو أطماع محمد بن رشيد إذن متى تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل الحكم؟ أحسنتم تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل الحكم بعد وفاة أخيه عام 1307 للهجرة من التحديات الكثيرة التي واجهها الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي أطماع محمد بن رشيد حدثت معركة المليداء عام 1308 للهجرة انتصر محمد بن رشيد وغادر الإمام عبد الرحمن بن فيصل الرياض في العام اللاحق ومعه أسرته وابنها الملك عبد العزيز حتى استقروا في الكويت إذن معركة المليداء حدثت عام 1308 انتصر فيها محمد بن رشيد وغادر الإمام عبد الرحمن بن فيصل في العام اللاحق مع أسرته وابنه الملك عبد العزيز إلى الكويت نهاية الدولة السعودية الثانية كيف انتهت الدولة السعودية الثانية طلابي وطالباتي؟ إذن انتهت الدولة السعودية الثانية بمغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت لتعود مرة ثالثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أهل السعود يترى كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت إذن كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت نعم عادت شبه الجزيرة بعد نهاية الدولة السعودية الثانية إلى غياب الدولة الواحدة وهو ما أدى إلى الفوضى والنزاعات إذن بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى القويت عادت شبه الجزيرة العربية كما كانت بعد نهاية الدولة السعودية الثانية إلى غياب الدولة الواحدة وهو ما أدى إلى الفوضى والنزاعات كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت أحسنتم عادة شبه الجزيرة العربية بعد نهاية الدولة السعودية الثانية إلى غيابة الدولة الواحدة ومما أدى إلى انتشار الفوضى والنزاعات إجابة صحيحة ما الخلافات التي ظهرت في عهد الإمام عبد الله بن تركي ممتاز ظهرت الخلافات الداخلية ونزاع أخيها الإمام سعود بن فيصل ظهور محمد بن رشيد أمير حائل الذي عينه الإمام فيصل بن تركي عليها والذي استغل الفوضى وضعف الأوضاع للاستيلاء على الحكم إجابة صحيحة متى تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الحكم أحسنتم عام 1307 بعد وفاة أخيه الإمام عبد الله بن فيصل إذن تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي الحكم بعد وفاة أخيه الإمام عبد الله في عام 1307 للهجرة كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت أحسنتم عادة شبه الجزيرة العربية بعد نهاية الدولة السعودية الثانية إلى غياب الدولة الواحدة مما أدى إلى الفوضى والنزاعات إجابة صحيحة طلاب وطالبات يصلوا إياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم لدينا واجب أسئلة الواجب السؤال الأول متى تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل الحكم متى تولى الإمام عبد الرحمن بن فيصل الحكم السؤال الثاني كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت كيف أصبح حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته إلى الكويت ناقشنا في درسنا المحاورة التالية أئمة الدولة السعودية الثانية جوانب من سيرة الإمام عبد الله بن فيصل جوانب من سيرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حال شبه الجزيرة العربية بعد مغادرة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأسرته للكويت وبهذا وأصل إياكم إلى نهاية الوحدة الثالثة الدولة السعودية الثانية الأولى والثانية لدينا تقويم الوحدة طلابي وطالباتي نقرأ السؤال الأول جيدا حتى نتمكن من الإجابة يكمل الطلبة الفراغات الآتية الفراغ الأول ألف أسسة الدولة السعودية الأولى في عام وكانت عاصمتها فراغ من صفات الإمام محمد بن سعود الحكمة وفراغ 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 عرف عهد الإمام سعود بن عبد العزيز الفترة فراغ نبدأ لإجابات سويا أسسة الدولة السعودية الأولى في عام 1139 للهجرة إجابة صحيحة وكانت عاصمتها الدرعية بارك الله فيكم من صفات الإمام محمد بن سعود الحكمة هو ماذا؟ أحسنتم الشجاعة العدل التدين عرف عهد الإمام سعود بن عبد العزيز بالفترة الذهبية بارك الله فيكم إجاباتكم صحيحة ننتقل للنشاط الذي يليه يذكر الطلبة أسباب هجوب الدولة العثمانية على الدولة السعودية الأولى وتدمير عاصمتها الدرعية أحسنتم بارك الله فيكم خوفهم من قوة الدولة السعودية واحد خوفهم من منهج الإسلامي الصحيح تحقيق مصالحهم والحفاظ على نفوذهم في شبه الجزيرة العربية إجابة صحيحة إذن خوفهم من قوة الدولة السعودية خوفهم من المنهج الإسلامي الصحيح تحقيق مصالحهم والحفاظ على نفوذهم في شبه الجزيرة في مناطق شبه الجزيرة العربية يكتب الطلبة نبضة مختصرة عن الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود مستعينين بالكلمات التالية الكلمات الشجاعة الوطنية التخطيط تحقيق الحلم القيادة نستعين بهذه الكلمات لكتابة نبضة مختصرة عن سيرة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أحسنتم امتاز الإمام تركي بحسن التخطيط والشجاعة وقوة القيادة فتمكن من تحقيق الحلم ما هو الحلم تأسيس الدولة السعودية الثانية وتحمل مسؤولية إعادة الوحدة الوطنية إذا من خلال هذه الكلمات استطعنا كتابة نبضة مختصرة عن الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود نعيد قراءتها من جديد امتاز الإمام تركي بحسن التخطيط والشجاعة وقوة القيادة فتمكن من تحقيق الحلم وتأسيس الدولة السعودية الثانية وتحمل مسؤولية إعادة الوحدة الوطنية إجابتكم صحيحة وافية بارك الله فيكم بهذا النشاط أصل وإياكم إلى نهاية تقويم هذه الوحدة الوحدة الثالثة الدولة السعودية الأولى والثانية في ختام درسنا استودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم حسن استماعكم